تسأل تقول ماذا أفعل حتى يحبني الله عز وجل أختي الفاضلة ليس هناك أعظم من حسنة التوحيد ولذلك الإنسان يصحح توحيده و إيمانه و إسلامه و يقوي إيمانه بالعمل الصالح هذا أعظم ما يحبه الله عز وجل و هو أعظم ما يشرح الله عز وجل به الصدور و يقوي به القلوب يعتني بمعنى لا إله إلا الله و أيضا يزيد من إيمانه بالعمل الصالح لأن الإيمان يزيد و ينقص يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية الأمر الثاني اتباع النبي عليه الصلاة و السلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله فطاعت النبي عليه الصلاة و السلام هذه من أهم الأمور بعد مسألة تصحيح الإيمان و الإسلام و تقوية الإيمان و لذلك الإنسان يجب أن تكون أعماله خالصة لله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه و رسلم الأمر الثاني تتبع محابة الله عز وجل ما هي الأشياء التي يحبها الله الله عز وجل يحب ذكره سبحانه و تعالى احرصي على ذكر الله الله عز وجل يحب بر الوالدي بر والديك و عندك مشكلة مع الوالدة الله يعينه و إياك و أمكن حاول يجاهد نفسك أكثر من دعاء الله أن الله يلين قلب والدتك و يشرح صدرها أكثر من بذل الأسباب التي تعين فعلا للوصول إلى رضا الوالدة حتى لا يعني ما يدري من الذي يسبق الآخر فقلي لهذا الكلام قلي له نريد أن نلقى الله عز وجل أنا و إياك على خير ما نلقى على قطيع أنا ما قاطعتك قراءة القرآن صحبة الأخيار الأخيار هؤلاء صحبتهم هذا مما يحبه الله عز وجل أيضا الوقوف مع الضعفة و المساكين هذه كلها أسباب لمحبة الله عز وجل الاستغفار ذكر الله عز وجل كما ذكرت قبل قليل هذه أمور يسيرة و سهلة و لله الحمد و المنه